و هتم رفع هذه التصميمات إنما في جزء ثالث أو محور تاني عايزين نشير ليه بعض الناس بدأت على مواقع التوصل الاجتماعي تربط ما بين هذه الشركة المسؤولة عن هذه الصرقة اللي تمت و بين مشروع الهوية البصرية بعضهم بيتكلم على إنه الأختين صاحبتي هذه الشركة كانوا تكلموا عن هذا المشروع قبل كده إنما المعلومات الدقيقة مشروع الهوية البصرية عشان بس أقول لحضراتكم اللي هو تنفس فاربع محافظات الأسر وأسوان جنوب سينة والإسكندرية بعد تكلفات وتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ ذي بد هذه الشركة اللي صرقت التصميم بتاع الخط التالت بتاع محطة كليت البنات ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بمشروع الهوية البصرية و خير و دليل على ذلك المجموعة اللي موجودة قدام حضراتكم هما طلبت و طالبات الجامعة الألمانية و اللي يمكن بعد ما عرضوا فكرة الهوية البصرية وتنفيذها في أسوان وسيد الرئيس وجه بسرعة تنفيذها مباشرة و تنفذت على مدار الفترة اللي فاتت بشكل جميل جدا دول طلبت و طالبات الجامعة الألمانية أصحاب فكرة وتنفيذ مشروع الهوية البصرية لمصر بالتعاون مع الهيئة الهندسية لقوات المسلحة هما دول فقط لا غير طب هتقول لي اللي كانوا تكلموا على المشروع قبل كده أصحاب الشركة السرق التصمط الكلية البنات هقول لحضرتك أنه كانوا أعضاء في هذا الفريق إنما هما أصبحوا غير أعضاء في هذا الفريق منذ عام 2018 من قبل ما يتنفذ المشروع ليه؟ لأنه طلبت و طالبات الجامعة الألمانية قالوا بكل وضوح دي فكرة نحن إحنا اللي اشتغلنا عليها وإحنا اللي خططنا لها وإحنا اللي جينا بأفكارها وإحنا اللي عملنا هذا المشروع ومن هذا المنطلق وجدناهم على المنصة أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعرضوا تفاصيل هذا المشروع والسيد الرئيس وجه وكلف بسرعة تنفيذه بالفعل فحاولت بس إنهوت أوضح لحضراتكم لا يوجد أي ربط ما بين مشروع أصلي البعض برضو بيقولك إيه؟ ودول بقال الدولة عقدت معاهم ومش عارف لا ده مش حقيقي اللي بينفذوا المشروع وينفذوا فكرتهم طلبة وطالبات الجماعة الألمانية اللي شفت مجموعة منهم موجودين على المنصة وكتشرفت كمان بأنهم نورون هنا في مساء دي أمسي وتكلموا عن المشروع العظيم ده إنما الشركة المسؤولة عن تصميمات محطة كلية البنات المسروعة ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بمشروع الهوية البصرية لمصر